وزارة الاتصالات الفلسطينية أعلنت توقف خدمات الاتصالات في غزة من يوم الخميس الجاي بسبب نفاذ الوقود وبناء عليه حيتم توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الوضع معانا على تليفون دكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني مع الوزير صباح الخير يا فن صباح الخير صباح الخير جميع المستمعين يا أهلا بك في البداية عايزين نتطمن ونعرف الوضع عامل ازاي دلاتي بالنسبة للاتصالات داخل القطاع يعني ما تبقى من عناصر الشبكة بتغطي حوالي 30-35% من المشتركين ولكن يعني من اليوم رح نبلش نفقد عناصر أساسية من الشبكة بسبب نفاذ الوقود واستنفاذنا لكل السبل انه نسقي هذه المحطات على حالها قادرة انها تعمى لانه غياب الكهرباء والوقود يعني هو أحد الأسباب الرئيسية اليوم غير يعني ما نسج عن الضمار احنا كميات الوقود يعني اللي بتوفر رح يعني نقدر نشتغل لعند يوم الخبيث وشلال يوم الخبيث رح ينفذ الوقود رح يتوقف بس بشكل كامل عن الشبكات الأرضية والشبكات الخلوية بالأمس احنا علمنا هذا الحكي حتى يعني الجميع المواطنين والمؤسسات الإغاثية وغيرها انه يكونوا على علم انه في هذا التاريخ وفي خلال هذا اليوم اللي هو الخبيث 16-11 رح يعني يكون توقف كامل بسبب نفاذ الوقود في حال توفر وقود في هذه الفترة يعني لكل حدث الحديث يعني احنا كميات والأفضل الكميات هذه على تشغيل المحطات ندروس بشكل كامل وعلمي ويعني احنا يعني ما بنقدر شبكة تتوقف ويكونوا الناس مجددينين فهذا الناجبنا ان نضغي الناس طبعا الوضع يعني كل الوضع في الغزة في جميع انحاءها وضع صعب جدا ورسية مثل المستشفيات ووضعات الأمور يعني نحن نتابع عن كفر دكتور اسحاق بعد التحية احنا شايفين ان في استهداف كامل من جانب الاحتلال الاسرائيلي للبنية التحتية اللي موجودة في قطاع غزة خاصة انه منذ البداية قطاع غزة كان بيأن من ان هو في ضعف اصلا في خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت وخدمات شبكات المحمول يعني الاحتلال بتتهدف كل شيء وكل البنية الصحتية يعني لا تستحق قطر الدم من طفل او من امرأة او من رجل ولكن يعني هذا الاحتلال كشف الوجه الحقيقي اللي يعني اللي بيملكه في خلال يعني ارتكاب ولا الجرائم في خلال جميع ايام الحالة طيب مع الوزير المرة السابقة لما كنت حدك معنا في مداخلة وكنا بنتكلم لما قامت قوات الاحتلال بقطع الانترنت والاتصالات عمدا لارتكاب مجزرة جديدة من مجازرها المعتادة خلال الفترة دي حدك قلت وكلمنا عن انه في بعض الشبكات المصرية قررت ان هي تضع ابراج لي التقوية هل ده قادر بالفعل ان هو يغطي ولو جزء من القطاع حتى الجزء الجنوبي من القطاع نعم نعم اكيد يعني في حالة تقوية البص يعني ممكن ممكن يعني لحطة بسط غزة ممكن هذا هذا التخصيص يكون يعني لحطة اليوم لم يعني يعني الاهم من تقوية البص هي قدر التجوان لحاملي الشرائط من الشركات الفلسطينية لانه حسب ما بتعرفه الكجوال على الشبكات المصرية للهواتف الفلسطينية يعني معقف هذا المهم فيعني احنا ننتظر ان يكون فيه لكن اكيد فيه تنسيق ما بينكم ما بين وزارة في مصر نعم مع الوزارة الاتصالات يعني 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 وهي تنظيم قطاع الاتصالات احنا على تواصل ولكن لحتى لحتى اليوم ما ما فيه اي تقدم على الارض في هذا الموضوع رغم انه يعني يعني ابدو يعني تجاوب ايجابي في هذا الموضوع في تواصلنا معهم سيد الوزير كان في مؤتمر لوزارة الاتصالات بيتكلم عن الخطة بقى اللي ستحصل وماذا يحدث على ارض الواقع لو حركت قولنا ماذا حدثها في المؤتمر في المؤتمر احنا يعني علنا للعالم كله هو للمواطنين وللمؤسسات انه تاريخ تاريخ انتهاء ونفاذ الوقود بشكل كامل الوقود اللي بيشغل عناصر شبكات الاتصالات وهذا الحكيم يعني من 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 اليوم راح تبلش اه نفقد بعض العناصر الاساسية في الشبكة ففعليا راح يعني يعني الايام القادمة نشوف تاكل في اه يعني القدرة على فقط في بعض المناطق ولكن يوم الخميس يعني ستوقف جميع المولدات اللي احنا يعني نستعملها لتشغيل المحطات المحطات الارضية والرئيسية والفرعية وكذلك الابراج الهوائية اللي يعني بتقدم خدمات الاتصالات الارضية والخلوية واللي كمان عليها يعني يعني موضوع اللي هي الخدمات الانترنت يعني المسألة مع الوزير مش مقتصرة فقط على الانترنت الاتصالات هي كمان هتتأثر احنا عايزين بس نتطمن على الموضوع ده ليه لانه على الاقل الناس بتتطمن على بعض من خلال الاتصالات اللي هي العادية او بيطلبوا سيارات الاسعاف او بيطلبوا قوات الدفاع المدني نعم صحيح فإن هذا يعني يعني اعلننا بالامس عن التاريخ النهائي الى يعني اللي ممكن احنا نظل شغالين فيه حتى الناس اللي حابب يطمن يعني في خلال الفترة يلحق يلحق بالضبط ولكن عمليات الاغاثة طبعا يعني كما حصل في في الثلاث مرات اللي قطع الاستصال بشكل متعمد من الاحتلال فقدنا كل حتى يعني وسائل الاستغاثة والاغاثة في من خلال الاتصالات شكرا جزيلا اذا غزة بلا اتصالات وبلا انترنت بداية من يوم الخميس القادم بحسب كلام طبعا الدكتور اسحاق صدر وزير الاتصالات الفلسطيني بنشكر حضرتك طبعا جزيلا شكرا صلاة اشتركوا في القناة